نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً عن استراتيجيتها الجديدة في عام عشرين ثلاثة وعشرين وأهم الإنجازات في عام عشرين اثنين وعشرين ناقش الصالون عدة محاور أبرزها كيف استطاعت التنسقية أن تكون منصة للحوار الجامع لكافة الطيرات والأحزاب السياسية والشباب السياسي والأكاديميين والمهتمين بالعمل العام وذلك بكل حيادية وشفافية حيث تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية وذلك لإثراء الحيادية الحياة السياسية وطرح قضايا الوطن ومشكلات وهمم المواطنين استراتيجيت اثنين وعشرين كان فيها محاور هامة جداً بعض منها سياسي وبعض منها مجتمعي وإحنا أعلننا عن رصد لما حققناه خلال عشرين اتنين وعشرين إحنا بطلنا في عشرين اتنين وعشرين بالعدالة الثقافية هي كانت مدرة مجتمعية لها محاور أربعة وهنتكلم عنها هيتكلم عنها لزملاء أثناء عرض الصالون حققنا عدد كبير من مستهدفاتها بعضها الأدوات التشريعية وبعضها كانت بعض الزيارات وأوراق العمل والتوصيات التي كانت تتعلق بالموضوعات إحنا بدأنا المنتديات مع إطلاق الاستراتيجية في العام الماضي يعني إحنا شغالين على مدار العامل اللي فات كله الحقيقة أنتجنا عدد من المبادرات أكتر من 30 مبادرة شاركنا في عدد من مشروعات القوانين بس خليني أقولك الأول أن المنتديات دي عبارة عن مجموعات عمل متخصصة في موضوعات أو مجالات محددة عندنا منتدى السياسات العامة بيختص بيه موضوعات زي السحة والتعليم والزراعة والبيئة عندنا المنتدى الاقتصادي كل الموضوعات الخاصة بالاقتصاد والشركات الدولية والاستثمار عندنا منتدى حقوق الإنسان منتدى الثقافة والإبداع منتدى التكنولوجيا ومنتدى حقوق الإنسان كلها فيها مجموعات عمل دائمة نطمع في 2023 نحن نضخ برامج جديدة سواء برامج سياسية أو برامج اقتصادية بحكم الوضع الاقتصادي للدولة المصرية وكيف نبدأ نتناوله من خلال إبراز الرأي والرأي الآخر بحكم التنسئية منصة حوارية كان عندنا فترة من الانتشار وكان هذا الانتشار على نطاق واسع في بناء علاقات شبكة علاقات مع السفرات مع المنظمات الدولية العاملة في مصر مع الأحزاب والكينات النظيرة لنا في الخارج وغيرها من الأطراف المتعددة وللها أهمية بالغة بدأنا إلى خطوة أخرى متعلقة بالتأثير أننا دخلنا في حوار عميق مع هذه الأطراف في القدرة على التأثير والقدرة على بناء الرؤى إزاء الملفات المختلفة على مدار سنة 22-22 ستين صالون أو فعالية حوارية بأشكالها المختلفة إذا كانت حلقة نقاشية مئدة مستديرة أو صالون مزاع حضر معنا 220 ضيف متوسط 220 ضيف وقد يكون أكثر في أكتوبر اللي فات أعلنت التنسئية عن إطلاق عدد من الصالونات مرتبطة بالحوار الوطني عملنا 30 فعالية للحوار الوطني بمختلف محاوره السياسي والاجتماعي والاقتصاق ترجمة نانسي قنقر